لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين هذه القصة اتقالت على لسان الطيب انما بقت قاعدة موجودة في كل زمان ومكان فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب العبرة هنا انه هل انما يتقبل الله من المتقين في زمن وزمن لا لا في كل زمن انما يتقبل الله من المتقين وبعدين قال له لا ان بصدت الي يا ده كالي تقلت لني شوف البسط ده اللي هو التمكن الكامل من فعل الشيء ما انا ببسيط نيادية اليك لاقتلك ليه اني اخاف الله رب العالمين اني اريده او اريد غريب اوي اني اريده ان تبوء تبوء يعني تشيل باقى بالشيء يعني شاله انا عاوزك تشيل زنبي وزنبك هي كده لا اني اريد على هنا من الاساليب المجازية المراد بها اني لا اريد يبقى معناها انا مش عاوزك تشيل زنبي زي فاكرين ستنا مريم هو بتقول لسيدنا جبريل اني اعوذ بالرحماني منك ان كنت تقية المفروض اني اعوذ بالرحماني منك الا ان كنت تقي فهمت الكلمة؟ الا ان كنت في الحالة دي مش هعوذ بالرحماني منك لانه ما فكش ضر فهنا فهنا ربنا بيقول لسيدنا نوح بقول له اني اعظوك اني ايه؟ اعظوك ايه عبد الرحمن اني ايه؟ اعظوك ان تكون من الجاهلين ان تكون من الجاهلين غريبة اوي معناها اني اعظوك ايه؟ يلا حد يساعدني ان تكون من الجاهلين هو ربنا بيوعزه عشان يكون جاهل؟ لا يحذره يبقى اني اعظوك ان ايه؟ ان لا تكون من الجاهلين رافو هايدي هو عملت اللي انا نعاوذ ان لا تكون اني اعظوك ان لا تكون من الجاهلين ادي معناها خد بالك القرآن مذاق تذوق تذوق الآية عشان تفهم معناها حتستمتع جدا فهنا قاله اني اريد ان تبوء يبقى معناها ايه؟ ايوة اني لا اريد ان تبوء انا مش عاوذك تشيل زمبي وزمبك يبقى معناها انا مش انا خايف عليك انا مش عاوذك تشيل مع زمبي وزمبك اسألكم سؤال خبيس كده وسؤال مكير كده سؤال مكير هو عارف منين المعلومة دي من سيدنا ادم برافو عليك حلو الكلام من سيدنا ادم طيب هو ليه ما راحش اشتكى او مسلا هرب هبيلت ساعتها وراحش اشتكى لسيدنا ادم ان هو اخوات زموته واضح تماما انه قد يكون هذا قد حدث بالفعل تمام بس هو اصار ان هو اقتله يعني خد بالك ان القرآن الكريم اهيلك الاحداث متتابعة ومتلاحقة بس ايها على فترات كبيرة بس على فترات يعني ممكن ما بين الجملة دي والجملة دي قعدوا مع بعض قعدوا سابوا بعض شهر مثلا اذقربها قربانا وده قرب في وقته وده قرب في وقته مش لازم يتقربوا في وقت واحد مثلا او الاتنين قربوا في وقت واحد مش هتفرق معاي فتقبل من احدهم ولا يتقبل من الاخر مش لازم يكون في وقت واحد فقال الاقتل انك ممكن تكون الهلو بعدها بيومين ولما التاني رضي قال له قال انما يتقبل من المتقين ممكن تكون في ساعتها ما نعرفش الزمن وصلت وصلت اللينا عمزين نقوله فقال له اني اريده انا يعني لا اريد ان تبوء تشيل اثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين انتم تلاحظوا ان القرآن وصف القاتل بتلت صفات ايه الصفات اللي وصفهم له ظالم ظالم ايوة وبعدين فتوعت له نفسه قتله فتوعت له نفسه قتله قتله فاصبح من الخاسرين يبقى ظالم خاسر نادم نادم ظالم خاسر نادم نقول تاني مع بعض ممكن ظالم خاسر نادم فيهم كافر كافر لا ما فيش يبقى دي مش قضية كفر وإيمان دي قضية سلوك اخلاق يحصل في قلبه حسد اه انتو لسه قلين انه مؤمن يبقى مؤمن وحاسد اه ممكن المؤمن قلبه يتلوس باي ملوسات بيحصل بس ما توصلش درجة القتل لان القتل من القبائل ما هو القتل امتى بيحصل لو غاب الإيمان الرجل رح يسأل نابع عليه السلام قال له ايقتل المؤمن يا رسول الله قال نعم يقتل ايازني المؤمن يا رسول قال نعم يزني ايصرق المؤمن يا رسول قال نعم يصرق قال ايكذب المؤمن يا رسول الله قال لا يكذب صح كده يا شباب صح فطبعا هنا المشهد فتقبل من أحدهما ربنا ما قالش مين شوف الساتر الإلهي في القرآن طيب هل القاتل لو هو خد الجزاء بتاعه في الدنيا ده بيع فيه من جزاء الاخرى انتاب افريدي واحد خدوه حيقتلوه عشان قتل قال انا مقتنع باللي عملته ولو فكوني والدني براه حقتلوه حقتل تاني يبقى في الدنيا اتقتل وفي الاخرى حيخش النار جهنة لكن لو تاب وندم لو تاب وندم الندم وتوبة الندم اول درجات التوبة يبقى هل يشترط للتوبة اقامة الحد لا لا يشترط للتوبة اقامة الحد ممكن الواحد يصطر على نفسه وربنا يغفر له ويعفو عنه بعفو رحمته